نروح بقى اول مؤتمر لهانز فليك طبعا المدير الفني للمنتخب الالماني قال ايه في المؤتمر قبل لقاء الغد طبعا امام كوستاريكا هو بيقول الفوز امام كوستاريكا 8-0 هيكون عدم احترام ان نفترض اننا هنسجل 8 اهداف يعني كان واحد بيقول له من الصحفيين هدفنا هو الفوز وبالطبع الاخذ في الاعتبار نتائج المباريات الاخرى شوفنا اداء كوستاريكا الدفاعي امام اليابان واحترمناه لو بصنا قدامنا فلا يزال امام كوستاريكا فرصة للوصول لدور الستاشر عشان كده انا بتوقع مباراة دفاعية من جانبهم بامتياز وعند تفاصيل التشكيل الثلاثة وسط المباراة السابقة نجحوا بشكل جايد ضد اسبانيا الكاي وجندجان هيلعب في مركز عشرة وتفوق ايضا في هذا المركز ده كلام المدير الفني هانزي فلك المدير الفني للمنتخب الالماني اللي بيستعد غدا للقاء فستاريكا نجحوا بشكل جايدا 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 واامل ان اتمكن ومسعد الفريق باللعب لمزيد من الوقت الاهم ان احنا نفوذ بالمباراة ودي الاولوية بتاعتنا وقال انه هدف التعادل المتأخر امام اسبانيا كان مهم للغاية طبعا اللاعب ده هو لوكاس كلسترمان طبعا مدافع المنتخب الالماني وقال بصرف النظر عن كيلور نفاز لا اعرف اي لعب محدد من كوستاريكا طبعا كيلور نفاز اشهرهم على اطلاق من بلعب في باريس سان جرمان ولعب شهير للغاية اشتركوا في القناة خلينا أقول عشان هو بيتكلم فرنسوي وعربي أن نعلم سبب وجودنا هنا وحتى يطلق الحكم صافرة نهاية مباراة الغد بنتيجة إيجابية لنا فنحن لم نتأهل لدخول التاريخ بعد بعض اللاعبين يعانون من إصابات متفوتة وبعضهم لعب المباراة الماضية مصاب لكن الجميع هنا جاهز بدنيا للدفاع عن قميص منتخب المغرب والأهم أن جميع يرغب في القتال داخل الملعب المباراة ستكون صعبة للغاية علينا أن نكون في كامل جاهزيتنا للبحث عن الفوز واللاعبين في تركيز كبير التعادل لن يرضينا نحن هنا لكي نحقق الفوز دون أن ننتظر نتيجة أحد